السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأمثل القريب كنا نقول أهلا يا رمضان واليوم نقول مهلا يا رمضان ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم ما زلنا نرفع الشعار يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ما زالت أبواب الرحمة مفتوحة ما زالت الأبواب التي تأتي بكل خير للبشرية جمعاء أيضا ترحب ولكن لا بد أن نختنم هذه الأيام المباركة لا بد أن نختنم كل لحظة في الليل وفي النهار الحقيقة أن شهر رمضان المبارك ليس فقط شهر عبادات وإنما هو مدرسة إلهية للنفع البشرية وأيضا للإتيان بكل ما هو خير وبكل ما هو جميل وهذا مصداق لقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الحقيقة عند الحديث عن هذه الأيام وهذه اللحظات وكل نفحة تأتي في كل لحظة وفي كل وقت لا بد أن نجتهد أكثر ولا بد أن يكون شهر رمضان المبارك هو بداية خير لعام مليء بالبركة ومليء بالخيرات أرحب بضيوف الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كليات أصول الدين سابقا وأيضا ضيفي الكريم دكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف أهلا بحضرتكم بكل عام وحضرتكم بألف خير أنت بالصحة والسلامة أهلا بصحة دكتور بكر اسمح لي أبدأ مع حضرتك هذا الحديث وهذه الأيام المباركة والحقيقة هناك دائما فطرة نقية تقية تحاول أن تختنم هذه الأيام المباركة في كل لحظة وفي كل حين ولكن السؤال الصعب الذي يأتي دائما دون إجابة وافية شافية أن شهر رمضان المبارك وخاصة العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم تم اختزالها في ثلاثة أمور الصيام وقراءة القرآن وأيضا تحري الدقة في الليالي الفردية في هذا الشهر الكريم حتى نختنم الجائزة الكبرى وهي ليلة القدر ولكن اسمح لي في البداية أن نتعرف على فضل هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير يطيب لي في هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر إلى وزارة الأوقاف وزيرا وأئمة ودعاة وإلى سائر القائمين على أمر هذا الملتقى سائلا لها أن يرزق الجميع التوفيق والسداد اللهم أمين وبعد فيما يتعلق بهذا السؤال الطيب المبارك المتعلق بتصور بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم من ناحية وما ينبغي أن نفقهه أو ندركه من ناحية ثانية أقول وبالله التوفيق إذا كانت الغايات الثلاث التي أشار إليها الأخ الفاضل الأساس تامر قد غلبت على فكر كثيرين والمتمثلة في الصيام من ناحية وقراءة القرآن من ناحية وتحري ليلة القدر من ناحية ثالثة فإن هذه الغايات الثلاث لو حققت الغاية المرجوة منها لخرجنا خير أمة أخرية للناس ولكن بكل أسف نحن نتعامل مع الظاهر ولا نتعامل مع الغايات والمقاصد بمعنى الحق سبحانه وتعالى حين حدثنا عن الصيام بينا بعض الغايات المتعلقة من فرضيته قال لعلكم تتقون وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أن الغاية من الصيام وهي من إحدى الغايات أن يستعين الإنسان باتخاذ القرار المتعلق ضد رغبته أو فطرته على اتخاذ قرارات أشد غلبت عليه في سلوك ما معنى هذه العبارة؟ تناول الطعام والشراب أمر فطري يأخذ الإنسان قراره قائلا نويت الصيام لوجه الله الكريم هنا يمتنع عن أمر فطر عليه وهو أمر الطعام والشراب وقد يصل الامتناع إلى 17 ساعة تقريبا في بعض الأحيان أو يزيد لو أن الإنسان استطاع أن يوظف هذا القرار توظيفا إيجابيا في حياته لا استطاع كثير من الناس أن يقلعوا عن كثير من الأمور السلبية مثلا أحيانا أحدث بعض الناس عن ترك شرب السجاير فيقول لا أستطيع أقول له ماذا تفعل في نهاء الرمضان؟ يقول ربنا بيعين أقول له أيضا لو اتخذت قرارا بترك شرب السجاير فإن الله سيعينك فالذي أعانك هناك قادر على أن يعينك هنا ويلحق بذلك كثير من الأمور التي نتراجع فيها عن اتخاذ بعض القرارات مع أنها أخف من اتخاذ القرار بنية الصوم أو بعقد النية عن الصوم والإنسان حين ينوي الصيام لا يقسم ولا يحلف وإنما هو يعقد النية بقلبه فقط ومثل ذلك يمكن أن نستفيد به في حياتنا فيما يتعلق بكل شؤوننا أن نعقد النية على فعل الخير من ناحية وعلى ترك المعصية من ناحية سنية وأما الأداء الظاهر وهو الامتناع عن الطعام والشراب وعن شهوته البطن والفرن ثم يكون التخلي عن الالتزام المتعلق بباقي السلوك المحمود فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا حين قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدى العبادات أداءا ظاهرا ولم تثمر العبادات في حياته ثمارة محمودة فلا خير في هذا الأداء لا من قريب ولا من بعيد وذلك كأن يصوم وكأن يصلي وكأن يزكي ولكنه لا يكف عن الغيبة أو النميمة أو الخوض في أعراض الناس أو ما شاكل ذلك وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو جالس معهم ذات يوم أتدرون من المفلس فقالوا بما تعارف عليه فيما بينه المفلس من لا درهم له ولا دينار الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن إفلاس الدنيا أهون من إفلاس الآخرة وأن الإفلاس المؤلم المؤذي الذي لا يعوض عنه ولا يمكن للإنسان أن يعالغه هو إفلاس الآخرة فبيّن صلى الله عليه وسلم لهم ذلك قوله المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحق وقد سبّ هذا وشتم هذا إلى آخره فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إذن الأداء الظاهر فقط إنما يسقط الفرضية ولكنه لا يكسب الأجر وأنا أحياناً بشبه بالذي ينجح في الثانوية العامة بدون مجموع أو الذي ينجح في الكلية بمقبول هذا يوصف بأنه ناجح ولكن لا مستقبل له في العملية التعليمية هذا مع الفرق في التشبيه فالذي يصلي ويصوم ويزكي إلى آخره ولا يلتزم التزاماً كاملاً فيما يتعلق بطبعه أو قيمه أو أخلاقه أو عمله أو تعامله مع الآخرين ما لم يكن التزام فكأنما كما قلت نجح بدون مجموع هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى التي ذكرها الأستاذ سامر وهي قضية مجرد الصيام وأما ما يتعلق بتلاوة النص القرآني فالنص القرآني ما لم يحول إلى منهج حياة وإلى تطبيق عملي في واقع الإنسان فإن صاحبه يكون كما قال الحق سبحانه كمثل الحمار يحمل أسفار لأن القرآن وإن نزل ليقرأ ولكنه نزل في نفس الوقت ليقتدى به ويهتدى به إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأثروا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع النص القرآني فلم يكن يقرأ لمجرد القراءة وإنما كان يقرأ ويعيش مع الآية التي يقرأها إن كان فيها ذكر للرحمة سأل ربه وإن كان فيها ذكر للعذاب استعاز بالله منه وإن كان فيها دعوة لأمر ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها محمدة تتعلق بالسجود لله سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا تخلق أصحاب سيدنا رسول الله بهذا الخلق وقالوا كنا نؤت الإيمان مع القرآن ومعناها أن الآية إذا نزلت آمرة بأمر أو ناهية بناهي فإنهم يأتمرون بالأمر الذي صدر إليهم وينتهون عن النهي الذي ورد إليهم حتى ولو كان ذلك مما ألفوه أو تعارفوا عليه وليس أدل على هذا من أن الخمر حين حرمت بصورتها الأخيرة في قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كل صحابي كان معه قليل من الخمر أو كثير قام فسكبه لماذا؟ لأن الخمر قد حرمت فلم ينتظروا ولم يدخلوا ولم يتكلوا بل إن بعضهم قد أشار إلى آخر بقوله بيعها وانتفع بثمنها أي مدامة قد حرمت علينا فبيعها لغيرنا وكان بالمدينة بعض اليهود فالرسول صلى الله عليه وسلم سامعه أو رآه قال له بما سررته قال سررته بقولي له بيعها وانتفع بثمنها فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها قد حرم بيعه الشاهد عندي يعني أن الصحابة كانت الآية إذا نزلت لا يملكون إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويتحولون بالآية من كونها آية النظرية إلى التطبيق العملي في حياتهم إذن إذا وقفنا عند حد القراءة دون حد التطبيق العملي للنص القرآني فكأنما زرعنا شجرة لا تثمر لأن الأصل في الأجدار أن تكون مثمرة وكل شجرة لا تثمر مهما بلغ حكمها فإنما آلها أو إنما صيرها إلى الحرق لا محال هذا مع الفرق في التجبيه كل نص قرآني لا يؤثر في سلوك صاحبه فضلا عن أن يكون صاحبه منحرفا أو منجرفا أو مخالفا إذا كان الأمر كذلك فكما قيل رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن أي إذا كان فعله مخالفا لظاهر النص القرآني وأما النقطة الثالثة والأخيرة في السؤال وهو انتظار ليالي الوتر من هذا الشهر اسمعوا لي أن أناقش هذه القضية بأسلوب جديد فيما نقوله أو نتحدث عنه بتجديد الخطاب الدينش نحن نعلم أن دخول شهر رمضان مرتبط برؤية الهلال وقد يرى الهلال في بعض الدول في ليلة لم يرى في نفس الليلة في دول أخرى بينما تمت رؤيته في دول أخرى في غير الليلة الأولى على سبيل المثال لو قيل إن أول رمضان مثلا سيكون ليلة الجمعة أو ليلة السبت عندنا هناك دول سيكون الهلال فيها إما قبلنا بيوم أو بعدنا بيوم هنا سنجد أن الأيام الفردية عندنا زوجية عند غيرنا إن كانوا قد سبقونا أو أن الأيام الفردية عندهم أو أن الأيام الزوجية عندنا قد تكون فردية عندهم والعكس بالعكس صحيح لهذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يدعو المسلمين إلى أن يقوموا الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان دون أن يفاوت بين ليلة وليلة إلا فيما صح في بعض الأحاديث عن الثناء على ليالي الوتر في العشر الأخير لماذا؟ لأن ليلة القدر قد خبأها الله سبحانه وتعالى في إحدى هذه الليالي وقد صحت أحاديث تبلغ حدا في الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في ليالي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان وكما قلت الوتر قد يكون بالنسبة لنا بالنسبة لنا ويتر ويكون بالنسبة لغيرنا ليالي زوجية أو قد يكون بالنسبة لغيرنا ليالي ويتر وبالنسبة لنا ليالي زوجية ولهذا كان الحث على قيام الليالي العش لأن من قام هذه الليالي أو من اعتكف هذه الليالي أوشك إن شاء الله أن تصيبه ليلة القدر أو أن يصيب ليلة القدر أيضا مع الأخذ في الاعتبار بأثر قيام الليل بالنسبة للإنسان في سلوكه النهاري لا أن نقوم الليل من ناحية وأن ننام النهار من ناحية إنسانية أو أن نقوم الليل بدعوى العبادة من ناحية ونعطل مصالح الخلق صباحا من ناحية إنسانية أو أن نعتكف في المسجد لساعات عدة ثم نذهب لننام على مكاتبنا فإذا قيل لنا هذه المصلحة عندك كان الرد يا أخي أنا لسه راجع من الجامعة الصبر أنا طول الليل كنت نام في الجامعة لا الإسلام حين سن الاعتكاف لم يسن الاعتكاف من أجل أن يعطل العمل أو يوقف المصالح بل إن الاعتكاف سنة ومصالح العباد المنوطة بأي إنسان فرض عين ولا يتأتى أن نترك فرض العين لنشتغل بالسنة وأقول للطلاب كذلك الاعتكاف سنة وطلب العلم فريضة فإذا تعارض الاعتكاف مع طلب العلم فطلب العلم مقدم على الاعتكاف وإذا كانت الظروف زكي عوض الحقيقة لو أجيز لنا أن نضع عنوان لكلام فضيلة الدكتور بكر سنضع عنوان أو أكثر من عنوان وهو التوظيف الإيجابي لشهر رمضان المبارك أو اتخاذ شهر رمضان المبارك منهاج حياة أو منهج وأسلوب للحياة حقيقة كلام دكتور بكر فتح لنا أواب كثيرة جدا من الأسئلة ولكن سأعاود سؤالي للدكتور بكر عن الصيام وهل الصيام فقط مقتصر على البشر أو على الإنسان أم الحيوانات والجمادات لها أيضا مصيب من هذه الطاعات ولكن أتوجه بسؤالي للدكتور رمضان عفيفي والحديث عن اختنام هذه الأيام المباركة وهناك حالة من حالات التقرب من الله عز وجل في شهر رمضان المبارك وهناك من لم يدرك هذا الشهر من بدايته ولكن لديه رغبة شديدة في اختنام كل لحظة في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فبداية أتوجه بالشكر للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية على الحفاظ على هذا الملتقى الفكري كل عام في هذا الشهر الكريم المبارك كما أتوجه بالشكر أيضاً للتلفزيون المصري على اهتمامه ونقله لهذه الملتقيات أيضاً أشكر من كان سبباً في اجتماعي مع علم من أعلام الدعوة الإسلامية ومن أعلام الجامعة الأزهرية ومن علمائنا الذين تعلمنا على أيديهم ونشرف بالجلوس تحت أرجلهم فضلاً عن جوارهم أستاذنا الدكتور بكر ذاكي عوض الذي نتعلم منه كثيراً كما أشكر المحاور الفاضل على هذه الأسئلة التي نرجو منها الإفادة بإذن الله تبارك وتعالى بداية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وقال شركم من طال عمره وساء عمله فالعمر هنا الطويل لا مزية فيه ولا فضل فيه إلا بقدر ما قمت فيه من طاعات وأعمال ترضي الله عز وجل وبقدر ما أديت فيه من أعمال نافعة لك وللمجتمع بل وللبشرية كلها فخيركم من طال عمره وحسن عمله فالعبرة بحسن العمل العبرة بالطاعة العبرة بالخير العبرة بالنفع الخاص والمتعدي إلى الناس جميعاً هذه الأيام المباركة عموماً شهر رمضان كله خير وبركة وفضل من الله تبارك وتعالى وقد زاد الفضل في العشر الأواخر من شهر رمضان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات يعني الله عز وجل يعطينا من الخير ومن البركة ومن الكرامة ومن الثواب العظيم على بعض الأعمال هذا من باب التكريم ومن باب العون من الله رب العالمين لخلقه على طاعته ألا فتعرضوا لها فالعاقل المسلم الواعي يتعرض لمثل هذه النفحات ولمثل هذه الفضائل باغتنامها لاغتنام الأمثل وبالاهتمام فيها بكل ما يرضي الله عز وجل وكما أكد أستاذنا الدكتور سيادة العميد على أهمية السلوك الشخصي في هذا الشهر الكريم ليتحول إلى سلوك إيجابي لا أن يتحول إلى سلوك سلبي ما الفائدة من إنسان صام رمضان وقام الليلة ثم هو يعطل مصالح العباد ثم هو يهمل في عمله ثم هو يهمل في دراسته ثم هو يهمل في حقوق والديه ثم هو يهمل في حقوق زوجه ثم هو يهمل في حقوق أبنائه ثم هو يهمل في حقوق مجتمعه ثم هو يهمل في حقوق وطنه ودولته التي ينتمي إليها أي مزية لهذا الشخص لا شك أنه لم يفهم معنى الصيام ولا معنى العبادة ولا معنى الطاعة إنما الطاعة عون من الله عز وجل للعبد فالصلاة صلة بين العبد وربه ليستمد العون من ربه تبارك وتعالى على أن يعيش في الحياة على أن يمد هذا العون للغير وكذلك الزكاة إنما شرعت من باب الإحسان إلى الغير أن تكون محسنا تعف نفسك وتكفي حاجاتك ثم أنت تنفع غيرك من الخلق كذلك أيضا الصيام تحصل التقوى فتبتعد عما نهى الله عز وجل عنه وتأتمر بما أمر الله به ومما أمر الله به أن تكون نافعا لخلق الله عز وجل خير الناس أنفعهم للناس لم يقل أنفعهم لنفسه وإنما أنفعهم للناس فالناس متفاوتون فمن كان أكثر نفعا للناس حصيل التقوى عن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى فالله لا يرضى عن السلوكيات الخاطئة ولا يرضى عن أزى الناس ولا يرضى أن يكون المسلم مقصرا في حق نفسه أو في حق مجتمعه أو في حق وطنه كل هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى فإذا كان شهر رمضان وإذا كانت هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان التي كل لحظة فيها خير وفيها فضل وفيها ثواب عظيم من الله رب العالمين سواء الأيام والليالي الزوجية أو الفردية كما تفضل أستاذنا نغتنم كل لحظة في هذه الأوقات لأنها الفرصة الأخيرة لأنها بعدها انتهى الشهر وطويت صفحته ورفع إلى الله عز وجل بما فيه من أعمال قليلة أو كثيرة فالعاقل هو الذي يغتنم هذه الفرصة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعنا وروت لنا كتب السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله يعني قام الليل ثم أيقظ أهله وجد واجتهد وشمر يعني اكتهد في الطاعة وفي العبادة يبقى استعداد لشهر رمضان كذلك استعداد لهذه العشر الأواخر من رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعد أيقظ أهله يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم يعني يهتم بأسرته أبنائه ينبههم خلي بلكم العشر الأواخر ستبدأ العشر الأواخر فيها خير من الله عز وجل لابد أن نستغل هذه الأوقات في طاعة الله في صلة الأرحام في إعطاء الفقراء والمساكين في الإحسان إلى المحتاجين في الإحسان إلى الخلق كل هذه أعمال ترضي الله عز وجل لا يكتفي المسلم أن يفعل ذلك بشخصه وإنما ينبه من يحبهم ومن يعولهم بداية من زوجه وأولاده أن يقوموا معه وأن يساعدوه في طاعة الله عز وجل وأن يكونوا جميعا في كل عمل يرضي الله تبارك وتعالى انطلاقا من المسئولية التي ألقاها الله عز وجل وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم علينا جميعا فقال الله تعالى يعني احمي نفسك من نار جهنم والعياذ بالله كيف أحمي نفسي منها؟ إنما هي بطاعة الله إنما هي بخير أسديه لخلق الله عز وجل كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فكلٌ يتحمل المسؤولية التي أنيطت به والتي تحملها بين يدي الله عز وجل فلا يفرط فيها ولا يقصر فيها العاقل الذي ينظر إلى العام الماضي من كان معه من الأحياء يصومون ومن كان معه من الأحياء يزكون ومن كان معه من الأحياء يصلون الأرحام ويفعلون الطعات ثم قضى الله عز وجل عليهم بالموت فانتقلوا إلى جوار الله وقد أحيان الله عز وجل إلى هذه الأيام الفاضلة فماذا نحن فاعلون فيها فلنعتبر ولنطعظ وإنها لفرصة الله أعلم هل ندركها العام المقبل أم لا فإذا كنا لا نعلم متى الأجل فلابد أن نجتهد في الوقت الراهن وفي الساعة الراهنة وفي هذه الأيام المباركة وأن نقلل فيها من الاختلافات فإنني أقول إن الله جعل شهر رمضان أياماً معدودات ومدامت الأيام معدودات فإنها سريعاً ما تنقضي ومدامت تنقضي بسرعة فلا وقت للاختلاف ولا وقت للصراع ولا وقت للشقاق ولا وقت لكل هذه السلبيات التي نقع فيها ونضيع فيها هذه الأيام المباركات فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بليلة القدر يعني الله أعلمه بوقتها فخرج للصحابة ليخبرهم بها يعني ليلة كذا أو في يوم كذا خلي بالكم لكي يستعدوا أكثر وأكثر من حرص النبي على أصحابه وعلى أمته فخرج فوجد رجلين يلتحياني أو يحتقاني يعني كل واحد بيطلب حقه صدهم مرتفع في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني خرجت لأعلمكم ليلة القدر فوجدت فلاناً وفلاناً يلتحياني أو يحتقان فرفعت ولعله خير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لنا أبواب الأمل والرحمة وسعة رحمة الله تبارك وتعالى يعني رفع علم ليلة القدر بسبب الاختلافات أحياناً ترتفع الأسعار بسبب الاختلافات والشقاق أحياناً تحدث الأمراض بسبب الاختلافات والشقاق الاختلاف لا يأتي بخير كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الخلاف شر يعني الخلاف ونتحارب ونتجادل لا من أجل الحقيقة وإنما من أجل أن يثبت كل إنسان نفسه لا يأتي بخير أبدا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك خير قال علماؤنا كيف يكونوا خيراً فلو علمت ليلة القدر لكان خير كنا نعرفه ونقيم الليل من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر فكيف يكون خيراً؟ قال العلماء لأنك إذا لم تعلم ليلة القدر على التحديد قمت العشر الأواخر كلها فكانت خيراً لك فبالتحقيق إذا قمت العشر الأواخر من رمضان فلا بد فيها ليلة القدر وليالي زائدة في الثواب وفي الخير زيادة على ليلة القدر فهو خير لمن استعدى واجتهد وجدى وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام فتح الله عليك فضيلة الدكتور رمضان عفيفي وقبل أن أطرح على فضيلتكم هذا السؤال طرحت سؤال على فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زاكي عوض عن الصيام وهل الصيام قاصر فقط على الإنسان أم أن الحيوانات والجمادات أيضاً لها نصيب من هذه الطاعات الكبيرة؟ شكراً لك من نسبة للصيام ينقسم إلى قسمين القسم الأول منه ما يتعلق بالإنسان وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين ما يتعلق بالإنسان على سبيل الوجوب وذلك في قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شاهد منكم الشهر فليصم فهذا صيام يتعلق بالإنسان المسلم على سبيل الوجوب وقد أخبرنا القرآن الكريم أن ذلك ليس قاصراً على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن الأمم السابقة قد تعبدها الله أيضاً بأركن الصيام أو بشعيرة الصيام أخزاً من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهناك نوع ثاني من الصيام وهو ما يتعلق بالإنسان على أثر سلوك خالف فيه مبادئ الشريعة الإسلامية في بعض جوانبه كان يكون الصيام مظهراً من مظاهر الكفارات وهناك صيام التطوع إذن فالصوم بظاهر نص القرآن مما تعبد الله به البشرية جمعاء عبر تاريخه ولكن هناك نوع من الصوم لا على أساس من التكليف الشرعي بل على أساس من التكوين الفطري وذلك عندما نقرأ في سير أو ننظر في وقائع بعض الحيوانات من ناحية وننظر إلى النبات من ناحية ثانية نجد أن الصوم بمعنى الامتناع عن الطعام والشراب من الأمور الملازمة لبعض الحيوانات ولكثير إن لم يكن لسائر النباتات والدليل على هذا أننا عندما نقرأ ما كتبه الغاحص في كتابه الحيوان أو ما قرأناه في كتاب حياة الحيوان للدمير أو غير ذلك من الأئمة الذين عنوا بالكتابة عن الحيوانات وجدناهم يذكرون كثيرا من الحيوانات ومن الحشرات ومن الطيور التي تصوم لفترة زمنية متفاوت أقلها يوم وليلة وقد يصل الصيام إلى عدة أيام أو إلى عدة أشهر فعلى سبيل المثال مثلا بعض الجمال تمتنع عن الطعام والشراب فترة من الزمن وهي تعدمد في ذلك على ما لديها من مدخر في أسنمتها ولذلك تتغزى مما هو مدخر داخل أجسادها لتتحلل من كثير من الوزن الزائد الذي يؤثر على مفاصلها أو على قوائمها بل إن بعض الحشرات أو بعض الكائنات الحية كالضفاضع وما شاكلها عندها ما يسمى بالبيات الشتوي وذلك بأن تقوم بحفر حفرة في الأرض وتغطي نفسها وتظل خبيئة في الأرض لمدة شهرين تقريبا لا تتناول فيهما طعاما ولا شرابا ثم تخرج إلى حي الظهور مرة ثانية وفيما قرأته أيضا أن الثعبان إذا أراد أن يغير جلده وهو ما يعرف بتوب الثعبان أو ما نشهده في الزراعات والبنايات الخاربة فإنه يصوم لفترة زمنية معينة حتى يقل حجمه وحتى يخف وزنه ثم يمر بين أمرين أو جانبين متلاسقين يحق بهما جلده فينتج عن ذلك أنه يخلع ثياب العام الماضي لكي يكتسى بثياب عام جديد ثم يعيد القرة كل فترة من الزمن إذن هذه إشارة إلى صيام الإنسان إشارة إلى صيام بعض الحيوانات النباتات كذلك تصوم في شهر الخريف ويستمر صومها قرابة ثلاثة أشهر ولذلك نجد أن الناس قد تعرفوا على أن نقل الأشجار نما هو في شهر طوبة وأمشير وشهر أيضا هاتور هذه الفترة من الزمن تكون الأشجار فيها ممتنعة عن تناول الطعام والشرب يسمى الأشجار صائمة ولذلك يتم نقل الشتلات في هذه الفترة من الزمن من الأرض التي هي مزروعة فيها إلى الأرض التي ستزرع فيها ولا تتضرر ولا تتأثر لأن عملية النقل قد تمت أثناء فترة صيامه إذن فالصوم هو من المشترك بين الإنسان وبين الحيوان وبين النمات مما يدل على أن له آثار إيجابية تبلغ حدا في الكسرة ولكن ندع تناول هذه الآثار لأهل الاختصاص فالأطباء كم أخبرون عن فوائد الصيام بالنسبة للإنسان وكذلك أهل الطب البيطري كم أخبرون أيضا عن فوائد الصيام بالنسبة لبعض الحيوانات والذين يشتغلون أيضا بصناعة المشاتل ومشاكل ذلك يدركون قيمة هذه الفترة من الزمن التي تكون فيها الأشجار صائمة حتى يتأتى نخلها من مكان إلى مكان هذا فيما يتعلق بالصوم كأمر مشترك بين الإنسان والحيوان والنبات ولكن فضل الله الإنسان بالصيام على الحيوانات والنبات أنه رتب على الصوم أجر وجعل أجره غير معلوم ولا محدود ولا مقدر أخزا من قول الحق سبحانه في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لكن لم يخبرنا أنه رتب على صيام الحيوانات أو صيام النبات شيئا من الأجر لا من قريب ولا من بعيد أشكر فضلتك فضيلة الأساس الدكتور بكر زكي عوض على هذه الإطلالات الرائعة والحقيقة في الحديث عن الصيام والحديث عن شهر رمضان المبارك وهو شهر القرآن الكريم وهذا سؤالي لفضيلة الدكتور رمضان عفيفي هناك من يحرص دائما على قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك ويكون لديه رغبة شديدة في إنهاء أكبر عدد من الختمات للقرآن الكريم ولكن يبقى الجزء الأهم وهو تدبر القرآن الكريم يأتي هذا السؤال ضمن عنوان أو إطار كبير عن السلوكيات السلبية التي تظهر في شهر رمضان المبارك من البعض نعم كراءة القرآن الهدف منها التدبر والتفهم والعمل بها كما قال ربنا تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن يعني ليس مجرد التلاوة فقط وإن الاهتمام بختم القرآن الكريم لهو أمر حسن ولكن المبالغة في ذلك وتعداد الختمات وغير ذلك إنما قد وصل بنا إلى أمر سلبي وليس إيجابي فإننا نرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وهنا نرى مدارسة سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وليس مجرد التلاوة وتقرار التلاوة وفقط إنما الدراسة والفهم والتدبر والاهتمام بمعاني هذه الآيات فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين يعني نجد الاهتمام بالتدبر والمدارسة والفهم والعناية بذلك هي الأولى وإلا فما الفائدة في من قرأ القرآن ولم يعمل بما فيه ما الفائدة من قرأ آيات الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام ثم هو مفطر ولم يصم كيف استفاد من القرآن ما الفائدة لمن قرأ في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم هو مقصر في الصلاة وفي الزكاة ما الفائدة لمن يقرأ القرآن في قوله تعالى وقولوا للناس حسنى ثم هو يؤذي الناس بلسانه وبكلامه وبغير ذلك ماذا استفاد من القرآن ما الفائدة في من يقرأ قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ثم هو وهو صائم وأحيانا وهو قائم يذكر الناس ويتكلم ويقع في أعراض الناس فلان قال كذا وفلان ذهب وفلان جاء كل هذه من الأمور المخالفة لهذا النص العظيم الشريف الذي يقرأه ويتلوه بل إننا نجد بعضا من الصالحين كان يقيم الليل كله بآية يتدبرها وقف بعضهم وافتتح قيام الليل فبعد أن انتهى من قراءة الفاتحة قرأ قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون قال فما زلت أرددها حتى طلع الفجر وقف يردد هذه الآية ويستحضر ما فيها من معاني ويستحضر أهوال يوم القيام ويستحضر السؤال ويستحضر الحساب ويستحضر الجنة ويستحضر النار ويستحضر كيف ينجو من ذلك وقفوهم إنهم مسؤولون ظل يرددها هكذا ينبغي على المسلم ليست العبرة بكثرة الختمات ليست العبرة بكثرة القراءة دون فهم ودون وعي ودون تدبر ولما جاء قول ربنا تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال العلماء ليس الهجر مجرد التلاوة الهجر للتلاوة هذا مذموم وكذلك أيضا الهجر للعمل بالقرآن الكريم الهجر للقرآن بترك الدعوة إليه دعوة الناس أن يفهموا القرآن الكريم أن يتعاملوا من منطلق القرآن الكريم أن يحققوا القرآن الكريم واقعا عمليا كما وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها نبينا صلى الله عليه وسلم في قولها كان خلقه القرآن كان قرآن يمشي على الأرض فمن قرأ شيئا فليحققه وليعمل به وليكن له سلوكا عمليا في حياته حتى نرى القرآن بيننا حتى نرى القرآن واقعا عمليا في بيوتنا في أسواقنا في مجتمعنا في قاعات بحثنا في أعمالنا في كل شيء نجد ونرى القرآن الكريم ما الفائدة لموظف يفتح المصحف والقرآن ويقرأ أثناء العمل أنا أخذ راتبي على أداء عملي وعلى تحقيق مصالح العباد لا أخذ راتبي على أن أقرأ القرآن في نهار رمضان فلينتبه الموظفون وليتقوا الله عز وجل في الناس هكذا كل موظف هذا وقت عمل وقف على العمل فإن أردت أن تقرأ القرآن فاقرأه في بيتك اقرأه في أي مكان أما هذا الوقت فهو وقف تأخذ مقابلا له فلنفهم القرآن ولنتدبر القرآن فإذا فهمنا ذلك صرنا قادة وصرنا أعزة ولم نحتج إلى غيرنا ونفعنا غيرنا في مجتمعنا وفي غير مجتمعتنا نسأل الله التوفيق للجميع شكرك فضيلة الدكتور رمضان عفيفي والحقيقة في ضو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أتوجه بسؤالي لفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض والحديث عن فضل ليلة القدر وأيضا هناك حالة مختلفة في هذه الليلة المباركة فضيلة الدكتور وهناك أيضا اجتهادات من العلماء عن علامات هذه الليلة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بهذه الليلة المباركة هي ليلة خير بنص القرآن الكريم والخير فيها غير محدود ولا معدود كلنا يعلم أن ليالي رمضان كلها خير ونص الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عطق مئة ألف نفس أي أنه يعتق في كل ليلة من هذه الليالي مئة ألف نفس أما ليلة القدر فقد خصها الله جل في علاه بما لم يخص ليلة من ليالي العام كله بل من ليالي الزمن كله قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين سماها الحق من عنده فهي لم تسمى بتسمية نبوية ولا بتسمية بشرية وإنما الذي سماها بليلة القدر هو الله إن أنزلناه في ليلة القدر ثم بين أن العقول تحار فيما فيها من خير ولن تدرك نهاية هذا الخير وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر الصورة مراعاة للوقت أشير إلى نقاط محددة تتعلق بهذه الليلة تتمثل في الجوانب التالي هذه الليلة استحقت أن تسمى بليلة القدر أو بليلة الشرف لاعتبارات أربع الاعتبار الأول أنها الليلة التي ظهرت فيها نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار الثاني أنها الليلة التي ظهرت فيها رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار الثالث أنها الليلة التي بدأت فيها دعوة الإسلام على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار الرابع أنها الليلة التي ولدت فيها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقت أن تدعى بليلة الشرف لهذه الاعتبارات أي أنها الليلة التي ظهرت فيها النبوة الليلة التي بدأت فيها الرسالة الليلة التي كانت نقطة البدء في الدعوة الليلة التي كانت بداية العد التصاعد بالنسبة للأمة الإسلامية فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي ليلة ميلاد النبوة قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء في هذه الليلة كان يخرج في أزمنة سابقة ولكن لم يتنزل عليه وحد حتى كانت ليلة الشرف هذه فنزل عليه جبريل وأخبره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتم تعديل صيغ الخطاب وتم تعديل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وتم التعديل عند المناداة من الكنة التي تعارف عليها العرب يعني كانوا ينادونه بكلمة محمد أو يا أبا القاسم إلى آخره في هذه الليلة وبعد أن نزل الوحي عليه وصف صيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي ويا أيها الرسول فكان إعلاما بميلاد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحقت الليلة التي علم فيها رسول الله أنه رسول الله والتي نزل فيها جبريل مخبرا إياه أنه قد صار رسول الله استحقت هذه الليلة أن توصف بأنها ليلة القدر أي ليلة الشرف وكذلك استحقت هذا الفخار لأن الله أنزل القرآن كله من السماوات العلى أو من بيت العزة إلى السماء الدنيا ليتولى جبريل وفق الأمر الإلهي له أن يتنزل بالقرآن كما قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمذ ربك فأيضا استحقت أن تدعى بليلة الشرف لأن القرآن قد نزل فيها من بيت العزة إلى السماء الدنيا واستحقت كذلك أو قد نلنا هذا الشرف بتبعيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين وما ناله رسول الله في هذه الليلة تركه لنا ترك لنا النبوة بميراثها وترك لنا النص القرآنية في ضوء قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه شكرك فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقا والشكر موصول فضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف المصرية اللهم ارزقنا فضل هذه الليلة المباركة واستبقوا الخيرات في كل لحظة وفي كل وقت من أيام وأوقات هذا الشهر المبارك والحقيقة في الحديث عن شهر رمضان المبارك وكما اتفقنا في هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي بنظرة إيجابية ببداية جديدة لعام يملأه الخير والبركة وكما تحدثنا أيضا على قراءة القرآن الكريم نريد التدبر تدبر معاني وآيات القرآن الكريم وأيضا التطبيق التطبيق في كل شيء في المعاملات في التعامل مع الآخرين في الإيمان الشديد وحب الشديد للوطن وهناك أمور كثيرة وهناك أبواب كثيرة للخير والبركة كل عام وحضرتكم بألف خير ودائما نلتقي على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر